اتفق السودان واريترية على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الكافة خاصة الدفاعية العسكرية بما يشمل القوات الجوية والبرية والبحرية إلى جانب الصناعات الدفاعية والخدمات الصحية والتدريب وأصدر الجانبان بيانا مشتركا في ختام زيارة الرئيس الاريترية السياسية فورغي للخرطوم أكد في الاتفاق على التعاون الأمني بتبادل المعلومات الخاصة بمكافعة الجريم العابرة للحدود كما اتفق الجانبان على التعاون في المجالات السياسية والدولوماسية والتنسيق في المحافر الإقليمية والدولية إضافة إلى إنشاء تجمع إقليمي يلبي طموحات المنطقة في السلام والاستقرار وتضمن البيان الختمي تشكيل لجنة عليا لتنفيذ الاتفاقيات المشتركة تحت إشراف القيادة في البلدين إلى ذلك وصفت وزيرة الخارجية أصمع عبدالله زيارة الرئيس الاريترية للبلاد بالناجحة وأشارت لأنها فتحت صفحة جديدة في العلاقة الثنائية مؤكرة توفر الإرادة لدى القيادة في البلدين لبناء علاقات تعاون تستند على الروابط الأزلية وخدمة مصالح شعبي البلدين